السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المبرمج أحمد محمدي وكورس جديد من كورسات تعلم برمجة الاندرويد اليوم سوف نكمل الكورس بقية String XML و الفائدة الكبيرة له هي الترجمة وانت لو عندك مثلاً أبليكيشن عاوز يشغلوه للأجنبي يديلو انجليش وللعربي يديلو عربي أو للهندي يديلو هندي لو بتعرف تكتب أردو ماش مشكلة الاندرويد بيديلك فرصاً هو إذا تعمل كذا ملف String XML كل واحد هيبقى نفس اللغة هيبقى لغة واحدة وكل واحد هيفتح على حسب الـ settings اللي بتاعي بيعمله الشخص على الـ device بتاعه اللي بيخش منه على الابليكيشن بتاعك فيقدر يفتح على الابليكيشن بتاعك الـ system باللغة بتاعته وانت تقدر تسهل عليه كده وتقدر بالتالي الابليكيشن بتاعك ينتشر أكتر ويبقى له audience كتيرة واناس كتيرة بيستخدموه وده شيء يعدي بالتالي لنجاح الابليكيشن بتاعك عشان نترجم هنا هتلاقي فيه هنا نوسع على الشاشة شوية عشان بس نشوف فيه زرار هنا اسمه languages هتلاقي أول ما تدوس عليه edit translations هتدوس عليه هتلاقي الكيه الكيه طبعا اللي هو لو رجعنا تاني للـ string XML انا قفل كل بس حاجة هنا عشان بس نشوف بس نشوف الكيه اللي هو ده ده static ما بيتغيرش اللي هيتغير هو الـ container اللي في جواه دوت اللي هو اللي موجود جوا جوا موسيقى قطعة الـ موسيقى 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 دوت على العلمة الكرة الأرضية موسيقى استطيع انضاء لنجاح الـ ستختار بقى الأربية أهو موسيقى الآباء خطعا قريبا لو لك المثال بغير التواجد ما تغير ما التوتر هو عندك اللغة هنسميه مثلا ورشة العمل ثلاثة هنسميه إلغاء العمر هلو اندرويد أهلا اندرويد موافق اكتري كلمة الزر هنقل ايه اسم المستخدم اوكي وبكده انت زبعت دفولت فاليو والعربي ماشي لو دلوقتي خلاص كده خلاصت لو عاوز تضيف اي لغة تانية من هنا بردو شوف انت الافغاني البرماوي بانجلاديشي حتى الوردو اي حاجة ايه هاي اللغة انت هايز اضيفها بتضيفها هايطلعلك هنا في المنطقة دي كده مكان جديد وهو طبعا بيضيف السترينج هنا في السترينج بيعمل فايل تاني للسترينج العربي هوا تقدر تعدل فيزا ما انت هايز وهنا السترينج الديفولت بتاعك على كل لغات العالم وهنا بس لو شايف بتاع السيستم عربي هيقلب البرنامج عربي وعشان هي عاوز تخدم السيستم عربي او استخدمه انجليزي زي ما هو عايز هنيجي هنا للأكتف ديمين اهو لسه انجليزي لانه هو دوت هنغير اللغة زي ما انت شايفين اهو كل اللغات اتغيرت انجليزي نرجع تاني انجليزي انجليزي عربي هاته بمهافق كله تمام اللغة تغيرت ودي كانت الفايدة الموجودة من strings xml لها بعض الفايدة التانية احنا نتطرق لها قدام زي الاري string وزي الحاجات التانية بس ده الفايدة الكبرى لها عشان خاطر تستخدمها في الابليكيشن بتاعك عشان تصل الى درجة احترافية في تصميم برامج الاندرويد او التطبيقات الاندرويد الى حيث ألقاكم ان شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله هناخد حاجات ادفانست اكتر وحفي ناس طلبين مني ان انا اشرح كود اكتر وان شاء الله الفترة الجاية هشرح كود اكتر وهحاول اتك شوية على حتة الجافة عشان لو في حد ضعيف في الجافة نوعا ما وان شاء الله يتقدم في الكورس وأتمنى اكتبوا لي اقتراحاتكم في الكومنت تحت وممكن تتباني على صفحة الفيسبوك انا معظم الاسئلة بتجيلي صفحة الفيسبوك يستحسن ما تبعتش السؤال بشكل سؤال خاص يعني ما تبعتش على البرائفت ابعت على الجلوبال ليه عشان الخطر ناس كتير هتستفيد مثلا ما تبعتلي على البرائفت انا برد عليك ممكن في فيديو زي دوت وممكن برد عليك في ساعتها على البرائفت برضو بس مش كويس بالنسبة لكل الناس عشان نوزع الاستفادة على الكل يستحسن برضو انك انت هي تبعتلي سؤال على 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 البابلك يعني تبعتلي في الكومنت تحت باسأل في الفيسبوك حتى في كومنت عادي في اي موضوع اسأل اي حاجة ان شاء الله هتلاقيني معاك هتلاقي برضو في ناس سائلين كتير بالطريقة دية وانا بجوابهم ربنا يقدرني عليه اه اتمنى اشوفكم ناجحين باذن الله ونلتقي في المحاضرات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى